اليوم رح نتكلم عن شيء موجود في بال أغلب الناس ومعظم متداولين لبيتكوين يسألوني عن التقاطع الذهبي فإحنا اليوم رح نتكلم عن هذا التقاطع وكيف رح يأثر هذا التقاطع على سعر البيتكوين رح نتكلم أيش معنا هذا التقاطع وإيش نتوقعه مستقبلاً وإيش اللي عملوا هذا التقاطع الذهبي للبيتكوين في السابق وهذا رح يعطينا تلميح عن أيش اللي رح يصير في هذه المرة كمان رح نتكلم عن هذا الشيء فإذا عندك بيتكوين أو عندك أي عملة رقمية أخرى لازم تشوف الفيديو وأكيد رح نتكلم على البيتكوين على الفريمات القصيرة وأشياء أخرى مرحباً بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سبوا سبسكرايب وفعل الجرس الآن جماعة قربنا جداً على السحب لأنه بس محتاجين عدد صغير من المشتركين ونوصل إلى 250 مشترك شكراً لكم جميعاً استمروا بالتعليق علشان تزداد فرصة ربحكم بالعملات الرقمية المجانية طيب خلونا نبدأ على البيتكوين في الفريمات الصغيرة قبل ما نتكلم على التقاطع الذهبي وإيش اللي نتوقعه طيب تقدروا تشوفوا أنه إذا شلنا هذه الشمعة الكبيرة نستمر بالهبوط نستمر في الحصول على قاع أسفل من قاع وقمة أسفل من قمة وهذا يطلع الحالي ما يعطيني أي ثقة إلا لما نكسر مستوى 47 ألف دولار أو يعني حتى على الأقل لما نكسر القمة السابقة واللي هي تقريباً في نفس المستوى يعني عندنا الطلوع الأول عند أول خط مقاومة وهو اللي دفع السعر الأسفل فالمحطة الأولى أنه نكسر مستوى 47 ألف دولار والبيتكوين حالياً شكله مش مرة قوي يعني حتى على الرغم من أنه عندنا شمعات خضراء متتالية ما راح أفرح إلا لما نكسر مستوى 47 ألف دولار يعني على المدى الطويل البيتكوين راح يكون أداءه ممتاز وعلى المدى المتوسط أتوقع أنه البيتكوين راح يكون أداءه كويس كمان ولكن عندي إيمان أنه فيه احتمال كبير أنه راح ننزل إلى مستوى 42 ألف دولار ونختبر هذا المستوى وبعدين نقلع للأعلى ونحصل على أعلى قمة فأنا أبلش على البيتكوين ولكن لازم نركز على هذا الشيء على المدى القصير لأنه البيتكوين شكله راح يوصل إلى هذا المستوى بشكل أسرع وفي شيء آخر عايز أوريكم ياه هو خطوط متوسطات الحركة على فريم الأربع ساعات تقدروا تشوفوا أنه متوسط الحركة 50 يوم اللي هو الخط البرتقالي هنا متجه إلى الأسفل وهذا كمان راح يدفع السعر البيتكوين للأسفل لأنه كل ما اتجه هذا للأسفل فهذا راح يقابل سعر البيتكوين وبعدين إما أنه نكسره للأعلى أو أنه بنرتد من هذا الخط وإنتوا عارفين بهذا الشيء لأنه هذا الشيء كنا نتكلم عنه كمان لما كان سعر البيتكوين عند 30 ألف دولار لأنه لما يكون متوسطة الحركة متجه إلى أسفل فنحتاج أنه نكسرهم للأعلى علشان ما يدفعوا سعر البيتكوين للأسفل طيب الآن عايز أتكلم على التقاطع الذهبي نحن الآن على الفريم اليومي إيش هو التقاطع الذهبي التقاطع الذهبي يحصل لما متوسط الحركة 50 يوم اللي هو الخط الأصفر يكسر متوسط الحركة 200 يوم اللي هو الخط الأحمر وتقدروا تشوفوا أنه لسه ما حصلنا على هذا التقاطع إلى الآن ولكن نحن قريبين جدا من هذا التقاطع والآن يعتبر شيء أكيد أنه راح نحصل على هذا الكسر طيب وإيش معنى هذا الشيء للبيتكوين هذا بصراحة يخلي ناس كثيرين جدا على البيتكوين يصيروا بوليش ولكن خلونا نروح للتاريخ ونشوف إيش اللي عملوا هذا التقاطع الذهبي سابقا طيب خلونا نروح إلى بداية سعر البيتكوين ونحاول نشوف إيش اللي راح نكتشفه طيب تقاطع الموت يحصل لما متوسط الحركة 50 يوم يكسر متوسط الحركة 200 للأسفل فهذا هو تقاطع الموت ولكن لما الخط الأصفر يكسر الخط الأحمر للأعلى هذا يسمى التقاطع الذهبي ولما يكسر للأسفل يسمى تقاطع الموت طيب حصلنا على تقاطع الموت الأول هنا ونزلنا للأسفل وحصلنا على التقاطع الذهبي في عام 2012 ومن ذلك التقاطع حصلنا على طلوع هائل جدا كنا عند 5 دولار وطلعنا إلى القمة هنا عند 1300 دولار وبعدها بدأنا بالهبوط وحصلنا على تقاطع الموت هنا لما الخط الأصفر كسر الخط الأحمر للأسفل طيب وفي شيء مرة مرة مهم لازم أذكره أنه على الرغم من أنه حصلنا على تقاطع الموت هنا هذا مش معناه أنك تبيع كل شيء عندك لأنه مؤشرات متوسطة الحركة هي تعتبر مؤشرات بطيئة فاللي وضحوا هذا الشيء هذه المؤشرات تقول لنا اللي قد حصل بالفعل فلما نحصل على تقاطع الموت يعني تقدر تشوف أنه إحنا قد نزلنا بالفعل من 1300 دولار إلى 560 دولار فقد نزلنا بالفعل بنسبة 55% ومن تقاطع الموت حصلنا على هبوط إضافي من هذه الشمعة هنا نزلنا بنسبة 20% فإذا بعت في هذه المنطقة أو خلينا نقول أنه يعني كنت مستني التقاطع الدهبي فإذا بعت في تقاطع الموت واشتريت في التقاطع الدهبي فهذه الصراحة صفقة سيئة جدا لأنه أنت بعت عند 450 واشتريت عند 600 دولار وبعد هذا كله ما صار طلوع جيد وصدفة غريبة جدا أنه هذا التقاطع الدهبي في عام 2014 انحنى وهبط وبعدين دخلنا في هبوط كبير فهذه الصفقة فضيعة بصراحة يعني صفقة كارثية أنك تبيع هنا عند 400 دولار يعني مش فقط ضيعت الأرباح من هذا المستوى إلى التقاطع الدهبي عند 600 ولكن إذا اشتريت كمان من 600 دولار فيعني صار عندك هذا الهبوط الكبير إلى 200 دولار فهذه الصفقة مش جيدة أبدا وحتى لو افترضنا أنه انت اشتريت عند التقاطع الدهبي واحتفظت في العملات إلى تقاطع الموت راح تكون طلعت بخسارة كمان لأنه هذا كان عند 477 دولار حصلنا على بير ماركت طويل وحصلنا على تقاطع ذهبي مرة أخرى هنا وكان في عام 2015 وهذا لما كان سعر البيتكوين 274 دولار حصلنا على طلوع بنسبة 10% وبعدين بدأنا بالإنحناء وحصلنا على هبوط كبير هنا وبعدين صار تقاطع الموت هنا فحصلنا على تقاطع الموت وسعر البيتكوين مشى بشكل جانبي وبعدين تقاطع ذهبي وهذه الصراحة كانت صفقة جيدة التقاطع الذهبي كان عند 280 دولار وطلعنا إلى 500 دولار وهذا كان طلوع بنسبة 80% واستمر هذا الطلوع إلى سعر أو إلى مستوى 20 ألف دولار فإلى هنا لازم نلاحظ شيء أنه التقاطع الذهبي مش دائما دقيق يعني إذا فقط تشتري لما نحصل على التقاطع الذهبي فبتكون حصلت على أرباح هائلة مرتين مثل هنا من 5 دولار إلى 1300 دولار وهذه أرباح بنسبة 30 ألف بالمية وبعدين عندنا طلوع وهبوط وبعدين عندنا التقاطع الثاني هنا يعني إذا اشتريت في هذا التقاطع الذهبي هنا الأرباح كانت بنسبة 8 ألف بالمية فيعني بعض الأحيان ما تزبط ولكن لما يكون التقاطع بالفعل صحيح زي ما نشوف في هذه البيانات أنه نحصل على طلوع مرة جميل لما يكون التقاطع الذهبي صحيح طيب نكمل الآن إحنا هنا عند 2018 وحصلنا على تقاطع الموت ودخلنا في البير ماركت وحصلنا على تقاطع ذهبي هنا عند 4 ألف وربعمية دولار وحصلنا على طلوع جميل بنسبة 200% إلى مستوى 14 ألف دولار وبعدين هبطنا وحصلنا على تقاطع الموت مرة أخرى هنا والجزء هذا بصراحة شيء مثير لأنه هذا كان في وقت هبوط الكورونا لأنه قبل هبوط الكورونا حصلنا على تقاطع ذهبي ولكن زي ما تعرفوا أنه هبوط الكورونا كان دوبان في العالم كله وما له علاقة في البيتكوين واعتقد أنه إذا ما كنا حصلنا على كارثة في العالم كله ما كنا راح نشوف هذا الهبوط الكبير في البيتكوين إلى مستوى 3800 دولار فحصل هذا الشيء في خلال يومين فقط والتقاطع الذهبي هذا أعتقد أنه كان راح يكون فرصة شراء جيدة فأعتقد أنه إذا شلت هذا الهبوط هبوط الكورونا أعتقد أنه لسه كنا بنحصل على نفس الطلوع اللي حصلنا عليه في عام 2020 وفي حال أنه حصلنا على التقاطع الذهبي فهذا كان أرباح بنسبة 600% فمرة أخرى لما نحصل على طلوع في التقاطع الذهبي نشوف أنه هنا مرة أخرى حصلنا على أرباح بقيمة 600% طيب فهذا الآن يوصلنا إلى التقاطع الذهبي اللي بيحصل الآن طيب هل تحط كل رهانك على هذا الشيء الآن؟ أكيد لا لأنه هذه مؤشرات بطيئة قد تصيب أو تخطئ ولكن في العادة لما تصيب نحصل على أرباح حائلة وهذا يتوافق مع الشيء اللي تكلمنا عنه زي ما تعرفوا أنه عندي إيمان أنه راح نحصل على صعود في الشهرين القادمين فراح نشوف إيش اللي بيصير هنا ولكن لا تحطوا أموالكم كلها في هذا الشيء لأنه تذكروا أنه هذه مؤشرات بطيئة والحيتان يحاولوا يتلاعبوا فيكم علشان تتخذوا قرارات سيئة فإذا دخلتم بكل أموالكم هنا فالحيتان قد يعملوا شيء نفس اللي عملوا أمس يتلاعبوا في السوق ويخصفوا السعر طيب قللي إيش رأيكم خلوني أعرف رأيكم في التعليقات تحت طيب وإذا عايزين تبدأوا بتداول العملات بنفسكم في عندكم 1200 دولار على الفيميكس و 1200 دولار على السي تريد فحاولوا إنكم تستغلوا هذه البونصات وكمان إذا عايزين تحصلوا على أفضل آداء تداول فعندكم تخفيض 20% على اللوكس ألغو فحاولوا تستفيدوا من هذا التخفيض طيب غير هذا أنا رح أحط رابط في صندوق الوصف هل نقدر نطلع قناة برايم إكس بي تي أكثر من 500 مشترك؟ رح أتعاون مع قناة برايم إكس بي تي وراح يكون فيه جوائز على تويتر فتابعوني على تويتر إذا لسه مش متابعيني وراح أحط الرابط في صندوق الوصف فسووا سبسكرايب لقناة برايم إكس بي تي أكاديمي يتكلموا على التداول ويتكلموا على السوق وكمان على منصة التداول تبعهم فإذا قدرنا نطلع عدد المشتركين إلى 500 مشترك راح يوزعوا جوائز على حسابي في تويتر فإذا عايز تحصل على أموال مجانية فحاول تستفيد من هذه الفرصة واشترك في قناة برايم إكس بي تي الرابط موجود في صندوق الوصف طيب جماعة شكرا جزيلا للمشاهدة أوه وكمان لا تفوتوا الفيديو الثاني اللي راح أنشره اليوم راح نتكلم عن كمية الكردانو اللي تحتاجها علشان تتقاعد وتهتاح أنا عارف أنه في ناس كثيرين في قناتي عندهم كردانو وهذا راح يكون فيديو مثير لكم فاتأكدوا من الاشتراك وتفعيل الجرس شكرا جزيلا للمشاهدة وبشوفكم في الفيديو القادم